اليوم كانت هناك مظاهرات لأنصار اتحاد الشغل التونسي في عدة مدن احتجاجا على سوء الوضع الاقتصادي هكذا ربما تعرف لكن هل فعلا هي فقط احتجاجات شعبية على تدهر الوضع الاقتصادي أم يتخللها أهداف سياسية؟ مساء الخير أعتقد أن السجدة اليوم هو أكبر تحرك يقوم به الاتحاد العام تونسي الشغل منذ 25 يوليو 2021 وفي ذلك رسالة واضحة للسلطة عن حجم وقوة وقدرة الاتحاد في تحشيد الشارع وتعبئة الجماهير حول شعارات وأهداف معينة ولكن في حقيقة الأمر هناك اليوم واقع سياسي جديد في تونس أولا الاتحاد عام تونس شغل لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه تقريبا منذ 72 سنة يجد نفسه خارج أطر ودواليب الحكم ولأول مرة لا يشاركه في عملية مأسسة منظومة سياسية جديدة بسرد معايشتها البلاد كان الاتحاد طرفا مع رئيس راح البرجيبة وكذلك زين العبدين بن علي وبقية كل الرؤساء ومشاركا في تأسيس سواء مؤسسات الدولة أو منظومة الحكم أو كذلك أن تكون له تمثيلية داخل دواليب الحكم نفسها اليوم الاتحاد لأول مرة في تاريخه يوضع في سياق دوره الحقيقي وهو العمل النقابي المطلبي والدفاع عن الشغالين والموظفين أعتقد أن هذه الوضعية لم تقبل بها الخيادة النقابية وبالتالي ترى نفسها أنها لا بد أن تكون طرفا وشريكا في أي عملية سياسية تشهدها البلاد ليس من باب المشروعية وكذلك حق لهذه المنظمة الشغيرة ولكن من باب ما سارت عليه الأمور في تونس سواء العسليات الماضية لرئيس قيس عيد تقدير موقف آخر لكل مؤسسة أن تكون وفية لدورها وطبيعة مهامها الحقيقية فهو يرى أن الاتحاد العامة للشغل دوره أساسا وقد أشار إلى ذلك في عديد خطبه مطلبي ونقابي بالأساس وبالتالي لن يكون له أي مشاركة في أي عملية سياسية أو معسسة لمنظومة حكم جديدة وهذا لم تقدر عليه وتقبله القيادة النقابية بما دفعها إلى تأسيس هذه المبادرة مع بعض الأطراف الاجتماعية والسياسية الأخرى وعدت لذلك مذكرة توجيهية هي برنامج لحزب سياسي هي تطرح مقاربات بشأن السياسي الوطني وليس أساسا بقضايا النقابية وهذا من شأنه أن يزيد في تعميق الخلاف ويجعل كل طرف متمسك بموقفه بما يتعلق بهذا الشأن الوطني يعني الآن بإبعاد اتحاد الشغل عن العملية السياسية زاد قيس سعيد من خصومه في البلاد الآن أصبح هناك قسم آخر بالإضافة إلى المعارضة السياسية هناك قسم آخر وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد والتي لها قاعدة كبيرة أصبحت خصما جديدا سياسيا الآن لقيس سعيد ما هو المشهد الآن؟ هذا سؤال جيد وسؤال وجيه لأن هذا الملطق الذي يتجه إليه عديد المراقبين ولكن في حقيقة الأمر لا بد من عملية إسقاط للعقل السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد فهو يرى الأمور غير ذلك تماما فالرئيس قيس سعيد له رؤية واضحة بما يتطلبه الوضع في تونس من عملية إصلاح وكذلك من القطع مع الفساد وما حصل خلال ما يسمى بالعشرية السوداء الماضية وبالتالي هو يدرك أن الدولة وهو الذي يمثلها ورمزها وفي أعلى هرمها بإمكانه من خلال ما تتوفر لديه من شرعية ومشروعية أن يدفع بالإصلاحات التي يرتئيها في مصطحة البلاد بغض الطرف أن يكون مسندا من هذا الحزب أو هذه المنظمة أو من هذه النخبة فالرئيس قيس سعيد لا ينظر لهذه الأمور بهذا المنطق وبهذا التقدير فهو له شعار واحد يقول دائما الشعب يريد وبالنسبة لي الشعب هو تونس العميقة تونس الأعماق ما يريده الشعب ومحتاجه إليه هو الأهم بالنسبة لرئيس الجمهورية بغض الطرف عن هذه ما يسمى بالأجسام الوسيطة التي تكون عادة بين القيادة والشعب فرئيس الدولة لا يعتبرها ولا يعطيها أي قيمة أو أي دور ولهذا لا يشركها في أي عملية إصلاح أو إنجاز سياسي تشهده البلاد لكن الدولة تحتاج إلى إنجاز اقتصادي أكثر ما هو سياسي وبذلك هل يستطيع قيس سعيد مواصلة دربه وحيدا؟ نعم هذا سؤال حارق هذا سؤال يختلج تقريبا في كل المعنيين والمهتمين بشأن التونسي لأن تونس في نهاية الأمر في حاجة إلى تهدئة في حاجة إلى استقرار في حاجة إلى وفاق ولا يكون لذلك إلا بتجميع كل الأطراف والقوى السياسية الاجتماعية الوطنية والتي هي تخدم أساسا مصحة الوطن وليس مصحة أجندات خارجية على مائدة واحدة وبالتالي تحقيق ما تدعو إليه عديد القوى الخارجية والعواصم الغربية ما يسمى بالتشاركية السياسية والاجتماعية ولكن رئيس الدولة موقف آخر إلى حد اليوم على الأقل فهو لا يرى ضرورة ذلك يرى أن الدولة هي بإمكانها أن تتجه لعملية الإنقاذ والإصلاح ما فسد وحدها ومن خلال ما يزيله من مرسيم وقرارات وهو اليوم يرى أنه استكمل تقريبا كل خارطة طريق بالانتخابات الأخيرة في طوريها الأول في 17 ديسمبر والطور الثاني وكذلك بأسيس دستور جديد وبداية قيام المؤسسات وبالتالي رئيس الدولة يعتبر نفسه أن الدولة هي اليوم على السكة ولا بد أن تنتلق في عملية الإصلاح وإعادة البناء من الجديد ولكن هل هذا ممكن في ظل ما أشرت إليه في سؤالك في غياب هذا الحزام السياسي والاجتماعي من قبل مختلف القواء التي ممكن أن تلتقي على الأقل بنسبة 50 أو 60% وليس بالضرورة 100% مع مشروع رئيس الجمهورية ورئيس الدولة له تقدير موقف آخر له رأيه آخر تماما